السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي في سلسلة من الدروس المتخصصة في حلول مسائل المعنصية والتيار المتردد في نهاية المحاضرة التاسعة تركنا السؤال التالي وهو كان من ضمن هذه المسائل والذي ينص على ما يلي طبعا لو اجينا احنا نطلع على السؤال هذا لوجدنا انه المطلوب من هذا السؤال هو ايجاد مقدار المجال المغناطيسي والقانون الوحيد اللي بحسب لي المجال المغناطيسي بمعلومية شدة التيار المار في موصل هو قانون بيوت سفار وطبعا اي قانون اخر طبعا من قدرش نستخدمه لانه احنا بنعرف انه قانون الاول اللي هو بسائل قانون تبع القوة يجب انه يكون معطيني معلومات اكثر او تفاصيل اكثر حتى نحسب المجال المغناطيسي بمعلومية القوة المغناطية احنا هنا بصدد حساب المجال المغناطيسي من اللي هو الشدة التيار طبعا النقطة المطلوب ايجاد المجال المغناطيسي عندها هي النقطة اللي في مركز الحلقة والتي تبعد مسافة مقدارها مسافة مقدارها R بالنظر الى هذا السؤال ممكن احنا نطلع على الشكل هذا ونعتقد انه المسألة صعبة او معقدة لكن هي في الحقيقة الامر بسيط جدا اذا قمنا بتقسيم السيليك الى قطعتين القطعة المستقيمة من ناقص مال النهاية زايد مال النهاية والحلقة الدائرية بهذا الشكل ولو تتبعنا المجال التيار الكهرباء المر في السيليك لو وجدنا انه بيمر في هذا الاتجاه وعندما يدخل في الحلقة فانه يسلك المسار مع قارب الساعة بهذا الشكل وبالتالي احنا بنقدر ايش نتبع المجال المغناطيسي الناشئ عن كلا القطعتين اللي هي السيليك المستقيم والحلقة الدائرية طبعا لو طبقنا قاعدة اليد اليمنى الثانية عند النقطة بي عن طريق توجيه اصبع الابهام الى اليمين واصابع ايدي سوف تدخل على الصفحة وبالتالي يكون تجاه المجال المغناطيسي في اتجاه الدخول على الصفحة ومثله اللي هو باشارة اكس بهذا الشكل اما بالنسبة للمجال المغناطيسي الناشئ عن الحلقة الدائرية ومرورها في عقارب مع عقارب الساعة ايضا لو طبقت قاعدة اليد اليمنى اصابع اليد الاربعة في اتجاه مرور التيار واصبع الابهام سوف يشير ايضا الى الداخل معنى ذلك احنا بنستنتج من هنا ان المقدار المجال المغناطيسي المحصل عند النقطة بي في مركز الحلقة هو عبارة عن حاصل جمع المجال المغناطيسي الناشئ عن السلك المستقيم والمجال المغناطيسي الناشئ عن الحلقة الدائرية وبالتالي بي نت اللي هي المحصل بساوي شدّة المجال المغناطيسي الناشئ عن السلك الواير زايد شدّة المجال المغناطيسي الناشئ عن اللوب طبعا مش هنروح نطبق قانون بيوت سفار من اول و جديد لأنه احنا بتتذكروا في المثال في أحد الأمثل اللي درسناها في المحاضرة الثامنة لو وجدنا أن قيمة المجال المغناطيسي الناشئ عن حلقة يمر فيها تيار وهي طبعاً كانت عبارة عن حالة خاصة من مثال أخذناه قبل كده في المحاضرة الثامنة تساوي ميو نوت في آي على 2A حيث A اللي هي نصف القطر وهو عند المركز O زي حالتنا بالضبط ولكن الآي هنا حتكون R أما بالنسبة السيليك اللانهائي المشحون أو الذي يمر فيه تيار هذا السيليك فإن قيمة المجال المغناطيسي عند نقطة B تبعد عنه مسافة R أو مسافة A تُعطى بالعلاقة ميو نوت في آي على 2 باي في A إذن بالاستعانة بالقانون هذا اللي هو ميو نوت آي على 2 باي A والقانون الآخر الذي يحسب المجال المغناطيسي الناشئ عن حلقة يمر فيها تيار ميو نوت في آي على 2A نستطيع أن نعوض عن القاعدة هذه ونحسب المجال المغناطيسي المحصل طيب خلينا مع بعض الآن لو أنا قلت أنه المجال المغناطيسي B للوير زي ما تذكرنا من القانون التوى بيساوي نيو نوت ثابت النفاذية أو ثابت السماحية في الفراغ في شدة التيار مقسومة على 2 باي في نصف القطر اللي هو R أما المجال المغناطيسي الناتج عن اللوب اللي هو B للوب في الحالة هذه إيش بيساوي؟ بيساوي ميو نوت آي شدة التيار على 2 في R طبعا المجال المغناطيسي لكله حاصل جمعهم مع بعض اللي هو بي نت طبعا لو جيت أنا اطلعت على المعدلتين هذول بلاقي فيه حاجات كتير ممكن أخذها عامل مشترك زي هنا مثلا وطبعا هذا كله عامل مشترك معادة مين؟ معادة الباي وبالتالي بصير عندي هذا كله عامل عامل مشترك إذن بيضل عندي إني أكتب العامل المشترك اللي هو ميو نوت في شدة التيار على اتنين في نصف القطر وما يتبقى هنا واحد على باي زائد واحد هذا قيمة اللي هو المجال المغناطيسي الكلي بالتعويض عن ميو نوت بأربعة باي في عشرة وناقص سبعة تسلا في متر على أمبير وبالتعويض عن نصف القطر بقيمتها المعطاهنا اللي هي خمسطعش في عشرة قوة ناقص اثنين بالمتر لازم حول بالمتر وشدة التيار اللي هي سبعة أمبير وطبعا الباي هي تلاتة بونت أربعطاش في الممية لحصلنا على أن شدة المجال المغناطيسي الكلي بتساوي خمسة سبعة وخمسين بوينت سبعة في عشرة قوة ناقص ستة تسلا أي ما يعادل تقريبا بالمايكرو تسلا ب سبعة وخمسين بوينت سبعة مايكرو تسلا وبدي أذكركم برضو أنه اتجاه المجال المغناطيسي هو في اتجاه الدخول على الصفحة بهذا الشكل وحتى السؤال الآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر